اشتركوا في القناة اهلا بكم في هذه الحصة الخاصة التي نتكلم فيها عن المنتخب الوطني قبل البداية اود ان اهنئ المنتخب الوطني على الفوز الكابل الذي حققه امام منتخب النيجر في الجولة الرابعة من التصفية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 والوصول للمبارد الواحدة والثلاثون دون هزيمة للحديث عن لقاء اليوم اتشرف باستضافة ماشي استضافة لك لحكم الدار امين محل القند امين دريسي والشرف لك ايضا اخي مصطافة وايضا نرحبه بجمهورنا رياضي الكريم وان شاء الله نفيدوه ببعض التحاليل ان شاء الله المتواضع نقوله ان شاء الله كما ارحب بفارد عيلان المدرب مرحبا بكم والمكوين شكرا مرحبا بكم وان شاء الله نكون ضيف خفافة على الجموار الكريم ان شاء الله نجيب غير ضيف خفاف فارد بارك الله انا شاء الله الله يحب ديك امين المنتخب الوطني سيد المبارت وحثين دون خسارة يعني فزنا على منتخب نيجا رباعية نظيفة ما تلقيناش هدف يعني عديد الارقام حققناها الليوم بارتليون والله اولا بسم الله الرحمن الرحيم هن نفسي شخصيا والجمهور الجزائري بهد الفوز الوحدة الوحدة الى نتيق الوحدة وثالاتين دون هزيمة أولاً والله ماذا رح نقول لك نحن ما كناش ننتظر هذه السهولة صراحة كنا ننتظر فيها مقابلة صعبة كانت على الورقة صعبة ولكن قتلك دائماً الحقيقة رح تكون فوق أرضية الميدان شفنا أولاً نتكلم عن الناخب الوطني كيفاش قرار المنافس بحكمة جيدة أو أعطى تعليمات للعبين لطبقوا التعليمات بحداثيرها وسيرنا المقابلة كما كنا حبين وحقيقةً ما تلقينا الصعوبات في المباراة والنتيجة أهم من ذلك وحاجة الشيء الإيجابي في المقابلة هذه ما تلقيناش أهداف ما تلقيناش أهداف ما تقولنا عن الفوز محقق اليوم فريد بصفة عامة ننتظر في الفوز منطقي نظراً لاختلاف الإمكانية التقنية سواء عندنا بين الفريق المتخب الوطني والمتخب النيجر ولكن نقول الحمد لله بعدما كنا سابق نحسب بعض التفاصيل حتى لا تسمحنا التأهل وعدم التأهل الحمد لله أصبحنا نحسب عدد الانتصارات حتى نحطم الأرقام القياسية إن شاء الله أمي قلت للمباراة كانت صعبة لكنها لم نكن توقعتكم هذه السهولة وش هي الحاجة اللي خلالت مباراة سهلة؟ والله أنا قلت لك القراءة الجيدة أو المعاينة المعاينة الناخب الوطني لمباراة الذهاب ربما استخلص الدرس جيدا عرف كيفاش يستغل اللعبين تعرف كيفاش يحفزهم وليش فيناه منذ الدقيقة الأولى إلى حتى صافرة النهاية وإحنا نضغطه في منطقة المنافس من الديبيو إحنا نديرين لبلوك أو عند المنافس وشفت كيفاش فينا المباراة سويا في الكواليس شفنا باللي كنا أنا أقول لك ربما كنا استعملنا استعملنا الطريقة تعا تول موند آتاك تول موند ديفون شفنا كنا ناطاكي كنا ناطاكي في منطقة في منطقة الخصم محاولين حق نحتال تقريبا نفس الخطاء العربية أمام المكسيك نعم نروحوا نجيبوا الأبال من عندهم ظالا رحنا نجل رحنا كنا نوبلي جوا بشيرتاك بالأخطاء وشفت قتلك يتشوف انتايا ستة أو سبع لعبين يتضغطوا على المنافس في المنطقة تعاهم بعد غير تشوف عندها تضيع الكورة نعودوا نتحولوا لاتروزيسيو تعال اللعبين عودوا نتحولوا المنطقة تعنا نزيدون نلقوا عشر لعبين يقعد إلا مهاجم واحد في الهجوم هذا شيء والله ما راه كما يقول لك سهل هذه تشوفها غير عند بكل تواضع تشوفها غير عند الفرق أو المنتخبات الكبيرة في أوروبا نعم جيد فريد اليوم المنتخب الجزائي وصل ل31 مبارا دون هزيمة يعني تخطينا منتخب فرنسا وتخطينا منتخب الإيطالي الرقم السابق المنتخب الإيطالي لأنه الرقم الجديد تاعه 37 مباراة عدنا الماجر 32 في الفترة الخمسينيات القرن الماضي نعم وعدنا إسبانيا والبرازي 35 وإيطاليا 37 كيف تشاهل الأرقام هذه تاعه المنتخب الوطني هذا نظرا لإمكانيات الفريق الوطني نظرا للمقابلات المنتظرة في المستقبل إن شاء الله الفريق الوطني نظن بلك الفريق الوطني راح يحطم رقم قياسي يقدر يلحق إيطاليا بإذن الله إن شاء الله نظرا للمنوكا جزائري قلت لك في السابق أصبحنا أصبحنا أصبح الحلمنا تحطي مراقم القياسي وليس أصبحنا الفوز أصبحت ثقافة عند المنتخب الوطني حتى الجمهور الجمهور الرياضي ولا يأمل بالقدرات ولا ما عنده الشيك في الفوز نعم رغم أن اختيار المقابلات تختلف وحتم سيأتي اليوم اللي يخسروا فيه ولكن نحن طماعين وإن شاء الله اللي حقوا تحطي مراقم المسجل الإيطاليا إن شاء الله أمين قلت يقبيتاني مباراة كانت سهلا نقدر نقل تغييرت لي أجراها الناخب الوطني على التشكيلة والطريقة اللي يدخل بها المباراة يعني أخلطت حسابات المدرب المنافس واللاعبين يعني أنت هل واحد كان يتوقع إشارك سليماني ما كان في غولي وبالليل ما كان برح ما أمر عادي لكن تلعب على بره تلعب ربعة ربعة اثنين وكي تكون عندك الكورا ربعة اثنين ربعة وإحنا في الكواليس خبيل قلت لي كون أنا طاكي وبعض الحال بس تلاعبين يعني خارج الديار طاكي بس تلاعبين أنا حسب أنا نفسي شخصيا مشت هذا الأمر مع منتخب آخر شوف والله تحدثنا كثير في الكواليس وأنا قلت لك شخصيا أنا والله هذا المدرب تسمى مشي اليوم قل يعني اليوم زيت أكت بلي أن المدرب هذا داهية والله قلت لك أنا باش تغامر في مقابلة كيما هادية بالطريقة هادي لي واحد ما وإحنا نعرف بلي المنافس مشي ضعيف منتخب لا بس به عنده عنده مستوى بس به شفنا وجد المباراة البريدة شفنا كان يروح بالهجمات المعاكسة شفنا كان يخلقنا مشاكل منذ الدقيقة الأولى تليوم باش تغامر هادي كرة القدم وهادي المهنة تاع المدرب لازم تغامر باش توصل لين راكحاب ولا باش تحقق الأهداف لراكحاب توصل لها وإحنا اليوم بكل صراحة نزيد ونرفع القبة عن الناخب الوطني نعم فريد المباراة كانت قادرة تكون أكتر من أربعة أهداف شن الكرة اللي الضيحة بغدد بونجا فريقة سبعتاش تمريرة سحرية من يوسف بالليلي في القائم الثاني يعني بخارج القدم هطالوا كما نقولوا بالفرنسية كافيار نعم ملاحظة بلكننا نزيد كلام على على الشيخ أمين اليوم كما قال ترفع القبة للمدرب لأنه اليوم بزيت أكد بالليك هو مدرب من طيناة الكبار لأنه باش تلعب عند المنافس بالطريقة هذي واحد ما كان يتوقع تشكيله هذي كان راح نلعبه بثنين مهاجمين بثنين رأس حرباء وانا كنت قلت هالو البارحة سقصي هاوهنا حاضر كنت قلت هالو إذا اللعب وكاد كاد نعم قلت هالو البارحة كنا في السابق إما يلعبون جاح نعم نعم نقول قل لعبون سننو أو العكس لما يلعب إسلام سنيماني قليل قليل حالات يلعب فيهم ثنائي مع بعض ولكن النقطة اللي يمتاز بها المدرب جمال بالماضي هي حسن دراسته للمنافس صحيح لأنه قران منافس ما يعطلوش فرصة باش يطمع يدير نتيجة إيجابية معانا والدليل الخطة اللي يدخل بيها وتموقع تلك اللاعبين في منطقة الخصب بأكبر عدد من اللاعبين في منطقة الخصب الحق ناوي نشوف حتى اللاعبين المحور الدفاع بدران ومندي في منطقة المنافس من الوسط الميدان للفوق نعم ما جاوبنيش عن السؤال كرة المدها بالليلي البونجة بالليلي باختصال نعتبر رجل مقابلة لأنه اليوم أداء قوي ونعتبر رجل مقابلة لأنه من من الصفات اللي يمتاز بها اللاعب الليلي زيادة على المراوغات والمراوغات والفنية عنده الدقة في تمريره بكل أسالي بسواء بخارج القدم أو بداخل القدم والدليل المقابلتها اليوم والتمريرات السحرية اللي كان يمررها رغم أنه بنجاح مسجلش الهدف لكن هدف جميل جدا صحيح أمين بالليلي يعني كورة مفتاحية في الهدف الأول مرر الكورة البونجة بونجة من دها المحلس في الهدف الثاني كانت كما نقوله كانت شوية في الدفاع وتيراماندي تدخل الهدف الهدف الثالث كورة مفتاحية الهدف الرابع كورة مفتاحية مقدروا نقولوا بلي هاد اللاعب ضيع كارير وكان راح الأوروبا في وقت صغير يعني وما سراش وصرات سيسبون يعني كان راح يكون لايب عالمي أمين صحيح دونك أنا نزيد نأكد على الكلام اللي قالوا فاريد أنا نظن رغم تسجيل محرزة الليثونائية أنا نقول لك بلي كان رجل المقابلة بيدون منازع لأنه كي جي تشوف أطر على الأربعة أهدف بشكل كبير جدا تمريرات كلها كانت في الانترفال يعني ما كانش تمريرات حاسيمة ولكن هو لك المفتاحية يعطيك الله الصحة لخاصة الهدف الأول تمرير اللي مدها للأباس اللي مدها في الانترفال بونجع بونجع زدار للقهام حالس كما قولوا بلاتو والله اللعب هده هدهما الخيصال تاعه هنا تكمن النقطة تاع القوة تاعه في الملاغات أو التمريرات المفتاحية أو التمريرات الحاسيمة يعفزنا على الفارق أمين يعني وشكوة الكلة ديفيرونس بين بونجع عفوا بين بالليلي وبن رحمة احنا بلا من نقسم القيمة بالرحمة ولا الضور اللي يؤدي فيه في فارق واستهام ولا ولكن الضور بالليلي يبقى صعب صعب جدا خلافة بالليلي لاعب يحدث تفضل فارق بالليلي يعتبر اللعب اللي يقدر يغير بجرية اللقاء لا شوف من جوار ثاني وكيف من جوار دو ديسيزيون هذا اللعب هذا تقدر تقول لان جوار دو ديسيزيون وشفنا ماشي خطراء ماشي زوج من نهار التحق بالمنتخب الوطني منذ ما جاء بالماضي ومشوفوه يصنع في الفارق في كل مباراة يصنع الفارق كيكون في اسوأ احوالو ويصنع لك الفارق ويالو كان لذلك أن القوة تكمن في المراؤهات أو التمريرات القاتلة جيد، قبل قليل قلت بالماضي أثبت اليوم أنه مدرب كبير أنا أقول لك ما شيء بالماضي اليوم ما شيء اليوم لي أثبت أنه مدرب كبير يعني تكون أفضل المدرب في كأس إفريقيا 2019 تحقق سلسلة نتائج هذه تكون أفضل رابع مدرب في العالم يعني ماشي حاجة سهلة في عريض ما سنوش حليوم باش يفوز على نيجر باش نأكدوب لي بالماضي تفضل أمي نحن اليوم ما أكدناش باللي مدرب كبير لا أنا نقول وشقة الفارس معليش أنا أسد نريبوندي لك ثاني على السؤال تاعك فضل واسمح لي أديت لك الكلمة الله غالب ما قدرتش أنا نخليها أنا اليوم متبتلنا باللي أنه مدرب داهية ليس مدرب كبير نقطة إلى السطر مدرب داهية بالريسك التاعه بالأخر تاعه اليوم واحد ما كان ينتظر تصير الجمهور كل 40 مليون جزائري واحد ما كان ينتظر بالطريقة وقتلق لي لعب بها اليوم بالمقابلة تاع اليوم تدخل بها الطريقة وبهاد العقلية وتضغط عند المنافس من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة تسعين وأنت مرتاح في النتيجة وزيتكمل فلا مانيار دو جوي هادي تاعك دونك سيبا نورمال تفضل فارينا نفس الكلام اللي قاله أمين ولكن نضيف لك حاجة المدرب اللي يثبت الجدارة تاعه هو المدرب ليأخذ كما قولوا احنا ليريسك ليغامر ليغامر وليغامر نعطيك مثال أنا في أحد المقابلة بعدنا مع الفريق الوطني نسمع موريني في آخر دقيقة كان مع كان مع فريق تشيلزي دقيقة 85 امتعاد الواحد واحد يقوم بتغيير يخرج بوسط الميدان ويدخل مدافع محواري المدافع هو اللي يسجل هدف الفوز لما سألوه قالوا إذا كنت مدرب كبقية لا أو لا أو غامر فأنا مدرب عادي كبقية المدربين هذه هي نقطة قوة المدربين لما يعمل أشياء ما يكونش استناها سواء الجمهور الرياضي أو المحللين أو الناس اللي تعرف كرة القادم وتخرج كما نقوله احنا فائز بالمغامرة بالريسك تاعه يعتبر داهية كما قال شيخ أمين شيخ أمين